موسيقى أنوار من الوحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روى الإمام البخاري وغيره عن أبي ذر رضوان الله عليه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضايعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل؟ قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك ما أروع هذا الحديث أيها السادة؟ الحديث يبين لنا منهج الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يسألون المصطفى عليه الصلاة والسلام من أجل أن يسلكوا أقرب الطرق إلى الله إذن ومن الملاحظ أن هذا الحديث يذكر الإيمان وأن الإيمان يأتي على رأس هذه الأعمال والإيمان وأيها الإخوة ليس مقابلا في واقع الأمر للجهاد هو عمل لكنه عمل من أعمال القلب بعد الإيمان يأتي الجهاد وكم نحن محتاجون إلى هذه الخصلة؟ ففي الصحيحين لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها إذن وما ساحتنا اليوم في بلدنا أيها الإخوة تطلب هذا الأمور والغدوة كما تعلمون هي أن يسير المرء في أول النهار أما الروحة فهي الرجوع في آخر النهار والخصلة الثانية هي قضية الرقاب وهذه ولله الحمد قد انتهى زمنها أما رابعا تعين ضايعا هكذا جاءت في الرواية في الصحيح وفي الرواية الأخرى أو صانعا ولعل الأول هو الأصح أيها السادة والضايع هنا معناه الفقير وكأنه ضائع لقلة المال ولكثرة المتطلبات أو على الرواية الأخرى صانعا تعينه في صنعته أو تصنع لأخرق من هو الأخرق أيها السادة؟ الأخرق هو الذي لا صنعة له هل نحن نقوم بهذا الأمر اليوم؟ هل نحن نساعد من نساعد الناس؟ نساعد من يعمل معنا اليوم؟ هل نعلمه صنعا مما يسف له؟ أن كثيرا من الناس عندما يكون عنده صانع لا يعلمه الصنعا وربما هكذا يتكلم عليه بقسوة ثم ماذا قال أبو هرير رضي الله عليه؟ قال فإن لم أفعل قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك الإنسان أيها السادة فيه نزعتان نزعة للخير ونزعة للشر نزعة للخير كالصدق والإحسان وبر الوالدين فإن لم تكن قادرا على هذه الأشياء فدع نزعة الشر كالظلم والاغتصاب والسب فإن لم تكن محسنا فلا تكن مسيئا أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوار من الوحي